موسيقى الرئيس السيسي يواجه بتعزيز جهود ودور سندق مصر السيادية لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني موسيقى مجلس امناء الحوار الوطني استقروا على اختيار 12 مقررا ومقررا مساعدا للمحاور الثلاثة الاساسية ولجن المحور السياسية روسيا تؤكد عزمها تخفيض انتاجها من الطاقة وواشنطن تشدد على ضرورة تلبية الطلب العالمي موسيقى موسيقى متصف ليل القاهرة العاشرة بتوقيت جرانتش نشرة اخباري جديدة تأتي حضراتكم من اكسترى نيوز اهلا بكم بداية هذه النشرة مع السمر الزهري ليكي سمر شكرا لك لما اهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني وذلك تحقيقا لأهدف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكا اساسيا في مسيرة التنمية وبما يتوافق مع خطة الاصلاح الاقتصادي والقطاعات ذات الاولوية في هذا الاطار جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط لمتابعة تطورات المؤشرات الاقتصادية وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي وجه أيضا بالاستمرار في دراسة تداعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادي محليا وذلك لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الايجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الاصلاح الاقتصادي اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطور المؤشرات الاقتصادية وقد استعرضت الدكتور هالة سعيد تطور المؤشرات الاقتصادية على مستوى العالم في ظل تأثرها بالعديد من المتغيرات الدولية الحالية وعلى رأسها تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا موضحة أن مصر نجحت في تحقيق معدل نمو إيجابي مرتفع خلال العام المالي السابق 2021-2022 وذلك بالنظر إلى المصار الآمن والمتوازن للاقتصاد المصري الذي اتبعته الدولة خلال الفترة الماضية والتماسك والصمود الذي أظهره في التعامل مع تلك الظروف والتحديات التي ألقت بظلال سلبية على النمو الاقتصادي العالمي مما أدى إلى طباط النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التضخم على مستوى العالم وكذا لارتفاع القياسي في أسعار الغذاء والطاقة كما تم في هذا الصدد عرض أبرز ملامح دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري فضلاً عن أهم مساهمات قطاعات الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي خاصة الصناعات التحولية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية والتشهيد والبناء وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في دراسة تدعيات مختلف الأزمات الدولية على الأداء الاقتصادية محلياً لبلورة السيناريوهات المتوقعة لضمان الحفاظ على المسار الإيجابي والمؤشرات الاقتصادية والمالية على المستوى الوطني وللتغلب على أي تحديات من أجل استدامة النتائج الإيجابية التي تحققت من الإصلاح الاقتصادية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيدة وزيرة التخطيط عرضت أيضاً تطور نشاط صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منذ تأسيسه وحتى الآن وذلك لكونه أحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة وكشريك للقطاع الخاص وذلك في مختلف المجالات الاستثمارية التي تشمل المرافق والبنية الأساسية والسياحة والاستثمار العقارية والخدمات المالية والتحول الرقمي والتعليم والصناعة مشيرة إلى أن كل مليار جنيه يستثمره الصندوق يساهم في جذب استثمارات للاقتصاد المصري بقيمة حوالي 5.4 مليار جنيه وفي هذا السياق اطلع السيد الرئيس على الخطة المستقبلية لصندوق مصر السيادي خلال عام 2023 لاستقطاب المزيد من الاستثمارات من الصناديق السيادية الأخرى والمستثمرين الإقليميين والدوليين باعتبار أن ذلك يمثل أحد أهم الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها خاصة في قطاعات المرافق والبنية الأساسية ومحطات تحلية مياه البحر ومشروعات الهايدروجين الأخضر بالإضافة إلى قيام الصندوق بتأسيس صندوق فرعي للطروحات لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذات الإصدارات المتعددة وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز جهود ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني وذلك تحقيقاً لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الاقتصادية والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي بخالص التهنئة إلى لزة ترس على اختيارها رئيسة للحكومة البريطانية متمنياً لها وافرة توفيق في أداء مهمتها الجديدة كما أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للعمل وتعاون معها ترسيخاً لمسيرة العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين ولما فيه صالح للشعبين ولأمن واستقرار وسلام العالم كما تقدم رئيس السيسي بالشكر لرئيس الوزراء البريطاني السابق بويس جونسون على ما قام به لصالح دعم العلاقات المصرية البريطانية ودوره في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين والشعبين الصديقين متمنياً له منفور السداد فيما هو قادم هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل سبل الدعم الممكن إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تدعيات أزمة السيول التي اكتاحت عدداً من المناطق في جمهورية السودان وفي ضوء ما سبق قامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسر قري يحتوي على مواد غذائية وأدوية ومواد إنسانية وطبية بإجمالي 90 شاحنة نقل الأشقاء في جمهورية السودان وذلك ضمن جسر جوي متواصل مع جمهورية السودان الشقيق بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير جسر بري من مساعدات إنسانية وطبية للأشقاء في السودان وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كل سبل الدعم الممكنة إلى الشعب السوداني الشقيق في ظل تدعيات أزمة السيول التي اكتاحت عدداً من المناطق في جمهورية السودان وفي ضوء ما سبق قامت أجهزة الدولة المصرية بتسيير جسر بري بإجمالي 90 شاحنة نقل للأشقاء في جمهورية السودان ضمن جسر بري متواصل مع جمهورية السودان الشقيق وجاء تسيير الجسر البري بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء وتأكيداً على عمق العلاقات المصرية السودانية المتميزة التي تحظى بكل التقدير والاحترام من الجانبين كليهما كان الدفاع المدني السوداني قد أعلن في وقت سابق عن ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي تكتاح مناطق واسعة في البلاد إلى 122 قتيلاً وأوضح الدفاع المدني السوداني أن الفيضانات تسببت في انهيار 84 ألف منزل وتضرر ألاف الأفدنة الزراعية والمرافق فضلاً عن تضرر نحو 156 ألف مواطن هذا وأكد دفاع المدني السوداني أن قوة دفاع المدني تعمل على إغاثة المنكوبين ترجمة نانسي قنقر أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اهتماماً رئيس عبد الفتاح السيسي بالمشروعات التي يتم تنفيذها من جانب صندوق التنمية الحضرية كأنها تسهم في تطوير وتحسين مستوى جودة حياة المواطنين فضلاً عما يتم تنفيذه لإعادة إحياء العديد من المناطق التاريخية جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس الوزراء لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المنفدة من قبل صندوق التنمية الحضرية الخاصة بمشروعات تطوير عواصم المحافظات وأحياء القاهرة التاريخية وحديقة الفستات هذا وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية توضع أليات لتحفيز المشروعات الصناعية التي تستهدفها الدولة في صناعات وأنشطات اقتصادية محددة بهدف تشجيع المستثمرين من القطع الخاص على المشاركة فيها واشر مدبولي إلى أنه في ظل أزمة الطاقة العالمية حالياً يجب أن تتعاون وزارة التجارة والصناعة مع هيئة الاستثمار لجذب الصناعات المستهدفة لتوطينها في مصر ولزيادة الاستثمارات الأجنبية أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن القوات المسلحة تسعى دائماً لإنشاء منظومة رياضية متكاملة لتأهيل الوراعم الرياضية جاء ذلك خلال تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم تكريم اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المحققين لإنجازات رياضية على المستوى المحلي والدولي لجهاز الرياضة للقوات المسلحة وأوائل الدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية والنقاد والرياضيين ونجوم الرياضة والإعلام بدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تناول نشأة وتاريخ جهاز الرياضة للقوات المسلحة مروراً بالإنجازات التي حققها أبطاله ومساهمتهم في الارتقاء بالمنظومة الرياضية ورفعة راية الوطن وألقى اللواء أركان حرب حسام خدر رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها أن ما حققه لعب جهاز الرياضة للقوات المسلحة من إنجازات مشرفة لمصر يأتي نتيجة للدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالمنظومة الرياضية والاهتمام ببناء قائدة من الأبطال الرياضيين وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية والأبطال الرياضيين الحاصلين على الميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر وهران 2022 ولعبي ولعبات أندية المؤسسات العسكرية ونادي طلائع الجيش المشاركين في مختلف البطولات الدولية والإفريقية والعربية والدور الرياضي للقوات المسلحة للعام التدريبي 2021-2022 ونقل الفريق أول محمد زكي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للأبطال الرياضيين وللأجهزة الرياضية والإدارية مؤكداً اعتزازه بأبناء هذا الجيل من العسكريين وما حققوه من إنجازات رياضية عالمية وإفريقية وعربية أكدت قدرة المصريين على تخطي الصعاب مشيراً إلى أن الشباب هم مستقبل الأمة وحاضرها المجيد بما يمتلكونه من مواهب وطاقات متجددة وأكد القائد العام للقوات المسلحة على أن الرياضة تعد من أفضل القيم الإنسانية التي تهذب النفوس وترتقي بالأخلاق وتحقق التقارب بين الأمم والحضارات وأنها تجسيد حقيقي للعزيمة والإصرار والإرادة القوية وأن القوات المسلحة تسعى دائماً لإنشاء منظومة رياضية متكاملة داخل القوات المسلحة لتأهيل البراعم الرياضية من خلال المدارس العسكرية الرياضية فضلاً عن التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الصروح الرياضية أعلنت وزارة الداخلية جهود أجهزتها على مستوى الجمهورية خلال الشهر في مجال مكافحة المخدرات وقد أسفرت تلك الجهود عن تحقيق نتائج تالية نتابع تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها الحاسم لجرائم جلب والإدجار وترويج المواد المخدرة محققة نجاحات كبيرة في هذا المجال وقد تمكنت على مدار شهر من ضبط 5941 قاضية مواد مخدرة نجحت خلالها في ضبط قرابة طن و 234 كيلو جرام من مخدر البانغو وكمية من مخدر الحشيش تزن قرابة طن كما نجحت في ضبط نحو 165 كيلو جرام من مخدر الهروين ونحو 46 كيلو جرام من مخدر القات وقرابة 74 كيلو جرام من مخدرات الشاب والفود والستروكس وعلى صعيد ضبط الأقراص المخدرة نجحت في ضبط نحو 92 ألف قرص مؤثر على الحالة النفسية والعصبية وأكثر من 37 ألف قرص لعقار الترامدول المخدر ونحو 20 ألف قرص لعقار الكبتاجون وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب109 ملايين جنيه كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط سلاس قضايا غسل أموال بقيمة إجمالية بلغت قرابة 62 مليون جنيه متحصلة من الإتجار في المواد المخدرة كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان النتائج الإيجابية المحققة في إطار المواجهات الفاعلة لجرائم الإتجار في المواد المخدرة تؤكد على احترافية الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه الجرائم وضبط مرتكبيها بما يحافظ على المجتمع من تداعيتها وآثارها السلبية وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجم السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت وزارة الداخلية من ضبط 418 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 122 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة كما ضبطت الحملات الأمنية أكثر من 26 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة فضلا عن ضبط قرابة 96 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية أما في مجال قضايا المخابزة فتم ضبط 719 قضية من بينها 61 قضية خبز ناقص الوزن و87 قضية خبز غير مطابق للمواصفات يتوافد المواطنون بكثافة على منافذ مبادرة كل نواحد التي أطلقت بداية الشهر الجاري تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد لتلبية احتياجاتهم من المستلزمات الدراسية وكذلك السلع الغذائية المزيد في هذا التقرير مع اقتراب العام الدراسي الجديد يزداد إقبال المواطنين على منافذ مبادرة كل نواحد لتلبية احتياجاتهم من المستلزمات الدراسية وكذلك السلع الغذائية المبادرة أطلقتها وزارة الداخلية بالتنصيق مع كبرى الشركات والسلسل التجارية لذا الأسعار هنا لا تقبل المنافسة اذ تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تصل إلى 60% على هامش برضو المبادرة موجودة للمواد الغذائية كلها سلع الاستراتيجية موجودة في معرض المبادرة اللي احنا موجودين عليه احنا حقيقة من خلال المعرض المبادرة على مساحة 1200 متر اللي احنا وقفين فيه ده منقدم جميع السلع الاستهلكية اللي بتحتاجها المبادرة المبادرة اللي ها تأثير فعال في السوق المصري هي عاملة توازن للسوق وجود المبادرات نفسها بتخلي بتحد من جاشة التجار التجار لما بيعرف ان فيه اسعار حواليه باسعار قليلة جدا جدا لا بيحاول ان هو يقل لها مش الربح بتاعه وما يباش عنده يبنوع من الجاشة في البيئة احنا عاملين المبادرة بصراحة للأسعار هنا على منتجات الرز والمكارونا السكر الزيوت السامنات السلع الاستهلكية التمنية تعتبر كل ما يلزم المنتجات اللي طالب في المدارس يعني بنقدم جونسي تاني كوتشيات وشناط بنقدم ملابس مدرسية بنقدم كل انواع الملابس المواطنون اشادوا بالمرحلة الثالثة والعشرين من المبادرة لسيما مع تنوع المعروضات من السلع سواء كانت غذائية او غير غذائية وتنتشر المبادرة من خلال ثمانمائة واربعة عشر منفذان وست معارض رئيسية وسبعة عشر معرضا فرعيا على مستوى المحافظات أنا دخلت لقيت فعلا أسعار حلوة جميلة كويسة مناسبة في متناول الجميع يعني بصراحة في حاجات يعني أحسن من بره بكتير يعني دي حاجة كويسة وحاجة بصراحة يعني دعم من الحكومة أو دعم من الدولة بالدعم بالمعارض دي الحاجات دي للشعب حاجات المدارس هجيبها ان شاء الله والأدوات وكله لأننا معي اتنين ربنا يبارك ان شاء الله هجيب لهم الحاجة كلها مننا المعارض هنا مهاود حلو يعني ممكن باجي كل فترة أجيب من هنا حاجاتي الأسعار كويسة بالنسبة للأحزائي أرخص من بره كتير بالنسبة لأدوات المدرسية الكشاكيل والكراريس والإقلام وليه احتياجات الولاد برضو أسعارها جميلة جدا ضبط إيقاع حارقة الأسواق والقضاء على التلاعب بالأسعار والتصدي لمحاولات الاحتقار جميعها أهداف تحققها تلك المبادرة مبادرة تعد أحد أهم عناصر منظومة الحماية الاجتماعية التي تسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين عقد مجلس أمنا الحوار الوطني خامسة جلساته بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة واستعراض أسماء مقرر اللجان النوعية والفرعية والمقررين المساعدين لتلك اللجان وذلك استكمالا للمرحلة التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق رئيس الجمهورية مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة وتمهيدا لبدء الجلسات الفعلية للحوار هذا واستعرض ضياء رشوان المنصق العام للحوار الوطني خلال الجلسة ترشيحات الأطراف المختلفة التي وردت إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني والتي بلغت 350 مرشحا حول أسماء المقررين والمقررين المساعدين للثلاث محاور الرئيسية السياسي والاقتصادي والمجتمعي وذلك من خلال مناقشة واستعراض السيار الذاتية للمرشحين والتخصصات والجهات والترشيحات السياسية هذا وتوافق مجلس الأمناء خلال مناقشاته على اختيار ستة مرشحين للعمل كمقرر عام ومقرر مساعد للمحاور الثلاثة وهم الدكتور علي الدين هلال مقررا للمحاور السياسي وأحمد كامل البحاري مقررا مساعدا وكل من الدكتور أحمد جلال مقررا للمحاور الاقتصادي وعبد الفتاح الجبالي مقررا مساعدا بالإضافة إلى كل من الدكتور خالد عبد العزيز مقررا للمحاور المجتمعي وهنية الشلقامي مقررا مساعدا كما انتهى المجلس أيضا إلى اختيار ستة مرشحين للعمل مقررين للجان المحور السياسي فتم توافق على اختيار كل من الدكتورة نيفين مسعد مقررا للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة وأحمد راغب مقررا مساعدا وكل من الدكتور محمد صفي الدين خربوش مقررا للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي والأحزاب السياسية والنائب إهاب الطماوي مقررا مساعدا بالإضافة إلى كل من سمير عبدالوهاب مقررا للجنة المحليات وعلى عصام مقررا مساعدا وفي ختم الجلسة قرر المجلس عقد الجلسة القادمة يوم السبت الموافق العاشر من سبتمبر لتحديد أسماء المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية لكل من المحور الاقتصادي والمجتمعي قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إن الجلسة الخامسة كانت مخصصة لاختيار مقرر اللجان والمقررين المساعدين منوها إلى أنه تم استعراض حوالي 350 اسما بالسير الذاتية الخاصة بهم الجلسة كانت مخصصة للتشاور واختيار مقررين المقررين المساعدين اللجان الأصلية واللجان الفرعية تم استعراض حوالي 350 اسما بالسير الذاتية بتاعتهم تم التوافق على اختيار المقررين والمقررين المساعدين للمحاور الأساسية الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمقررين للمحور السياسي بالنسبة لي اللجان الفرعية كما أضف فوزي أن المرحلة المقبلة هي عقد الجلسات لمناقشة الموضوعات حيث سيتم اختار أصحاب المقترحات والخبراء والمختصين لتجهيز حضورهم منوها بأن الحوار مبني على معلومات دقيقة اللي جاي بعد كده الجلسات هنبدأ نشوف الموضوع نفسه الموضوع هيتناقش على جلسة أو أكثر مين المدعوين مين المتحدثين أصحاب المقترحات يتم اختارهم لتجهيز حضورهم الخبراء والمختصين الجهات المعنية إذا كان فيه إضاحات معينة لازم تبقى موجودة لازم الاستماع للمعلومات والإحصاءات تقريبا بتنهي المرحلة التحضيرية للحوار الوطني وتبدأ في المرحلة الثانية اللي هو مرحلة إجراء الحوار نفسه أكد وزير الخارجي سامح شكري الدعم المصري لتونس في الخطوات التي تتخذها نحو الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات الشعب التونسي الشقيق تأكيد شكري جاء خلال استقباله عثمان الجراندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة وتونسي بالخارجة حيث ناقش الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واشدد على أهمية استمرار وطيرة تشاور بين البلدين على كافة المستويات خلال المرحلة القادمة لدعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين أشهد وزير الخارجية سامح شكري بتنوع مجالات تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائية للدول العربية وما يوفره من دعم للعديد من المشروعات الجاري تنفيذها في مصر وبالتعاون مع عدد كبير من الوزارات المصرية وخلال لقائه مديرة المكتب الإقليمي ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائية للدول العربية أعرب وزير الخارجية عن تقديره لدور البرنامج الإنمائي في توفير التمويل اللازم لدعم الرئاسة المصرية لقمة كوبا السبع وعشرون وشيرا إلى اهتمام مصر بالتركيز على التحديات المتزايدة التي تعاني منها القارة الإفريقية والدول النامية جراء المشهد الدولي الحالي أكد وزير الخارجية سامح شكري استمرار دعم مصر لوكالة غوث وتشغيل لجئين الفلسطينيين الأنروا وما تقدمه من خدمات أساسية وضرورية للاجئين الفلسطينيين مبررا ومبرزا الجهود المصرية المتواصلة للم الدعم السياسي والمدي ودولي لها جاء ذلك خلال استقباله فيليب لازاريني المفاوض العام للوكالة والذي أكد حرصه على تنسيق الوثيق مع مصر فيما يتعلق بأنشطة الوكالة وسولد عزيز الدعم الدولي لها كي تتمكن من أداء المهم المنوطة بها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية الدولية راهنة كما تبادل الطرفان الرؤى والمقترحات بشأن كيفية تحقيق هذا الهدف قبيل وخلال اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب والمقرر انعقاده بالقاهرة اليوم الثلاثاء واجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تخفيض قيمة رسوم إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الجمع والنقل والمعالجة بالنسبة للجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلي العاملة في مجال المخلفات وكذلك عفاء الشركات المتنهية الصغر العاملة في مجال تدوير المخلفات كما عربت فؤاد عن تقديرها لما يبذل من جهود من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خاصة فيما يتعلق بالشق التنظيمي والتشريعي واستكمال البنية التحتية وتحديث ودمج القطاع الخاص هذا كله فضلا عن استكمال الجزء الإجرائي للتغلب على التحديات التي الخاصة بتطوير الاستثمارات في قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة وشددت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار جهاز تنظيم إدارة المخلفات في تطوير ذاته ليستمر ذا قاعدة مؤسسية قوية قادرة على الحوكمة والفصل بين المؤسسات نافى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء رفض استقبال شحنات المتاجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج نتيجة مخالفاتها لشروط ومعايير السلامة الصحية هذا وشدد المركز على جودة وسلامة كافة المتاجات الزراعية المصرية المصدرة للخارج ولمطابقاتها للاشتراطات الحجرية والمعايير الدولية لجودة الصادرة حيث تقضع للفحص ورقابة من قبل الحجرة الزراعية المصرية أعلن حزب المحافظين البريطاني فوز وزيرة الخارجية لاسترس بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء خلفا لبوريس جونسون ذلك بعد حصولها على 57% من الأصوات مقابل حصول منافسها الرئيسي وزير المالية ريشي سوناك على 43% أعلن عدد المصوتين المؤهلين كان 172.437 نتاج انتخابات كانت 82.6% وإجمال الأصوات المرفوضة كانت 654% وإجمال الأصوات المقبلة لكل مرشحة كانت كالتالي ريشي سوناك 60.399 ليز ترس 81.326 وبذلك فأقول بأن ليز ترس انتخبت قائدة لحزب المحافظين وفي كلمة لها عقب إعلان فوزها بزعامة حزب المحافظين تعهدت ليز ترس بتقديم خطة جريئة لخض الضرائب وتنمية الاقتصاد البريطاني ومعالجة أزمة الطاقة يجب أن نظهر ونبرهمن أننا سنفي بوعودنا خلال عام المقبلين أنا سأقدم خطة كبيرة لتقليص الضرائب وتنمية اقتصادنا وسوف أقف في وجه أزمة الطاقة ولكننا جميعا سنعمل من أجل بلادنا وأنا سأضمن استخدامنا لكافة المواهب الرايحة في حزب المحافظين الأعضاء المميزين للبرلماني والأقران والمستشارين الرائعين وكافة أعضاء المجالس هذا وشغلت لاستروس العديد من المناصب الوزارية المهمة منذ عام 2010 وحتى الآن المزيد في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتواجه ليز تشوس العديد من التحديات والملفات الشائكة التي يتعين عليها التعامل معها فور توليها قيادة المملكة المتحدة نتبع المزيد في هذا التقرير الطريق إلى المنزل رقم 10 داونينج ستريت في لندن لم يكن سهلا وكذلك البقاء في داخله لن يكون بالأمر الهين خاصة في ظل العديد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تنتظر رئيس الوزراء البريطاني الجديد للعمل عليها فترة رئاسة الوزراء البريطانية المقبلة هي فترة استثنائية وربما تشبه فترات الحكم إبان الحروب حيث تواجه بريطانيا وضعا صعبا جراء الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد ودفعت به إلى تسجيل نسب تضخم لم تسجل منذ عشرات العقود أبرز تلك التحديات هو وضع خطة عاجلة للتعامل مع نقص إمدادات الغاز الروسي إلى بريطانيا وخاصة قبيل حلول فصل الشتاء يليه التعامل مع أسوأ ركود تشهده المملكة المتحدة منذ عقود جراء تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ونقص الغذاء وأزمة سلاسل التوريد ويتوقع خبراء اقتصاديون عدم قدرة الاقتصاد البريطاني خلال العام المقبل من التعافي جراء حالة الركود التي يعيشها حاليا وأن معدل النمو سيكون صفرا عام 2023 كما يعد ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسيت أهم الملفات أمام رئيس الوزراء البريطاني الجديد حيث أنه لم يكن يتخيل البريطانيون أن تمر أعوام منذ نجاح الاستفتاء على الخروج من التكتل ولم يحسم الأمر بعد فعلى الرغم من إتمام الخروج منذ ثلاث سنوات إلا أن الشقة التجارية المتعلقة بأيرلندا الشمالية ما زال يمثل عقبة في طريق إتمام عملية الخروج بشكل كامل وما زالت المملكة تحاول أيضا التحرر من القوانين الأوروبية التي لا تزال سارية المفعول في أراضيها والتي تقدر بأكثر من ألفي قانون سواء فيما يتعلق بالتجارة أو غيرها رحبة مصر بتعيين عبدالله بتيلي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية جددت مصر تأكيدها على دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي يفضي إلى إنهاء الأزمة السياسية وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوازن وبالتزام في أقرب وقت وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد بما يحفظ لليبيا استقرارها وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها مع ضرورة التمسك بالأطور الشرعية المتصلة بحل الأزمة وجهود الأمم المتحدة في هذا الصدد كما أعربت مصر عن كامل استعدادها للعمل مع الممثل الخاص الجديد إلى ليبيا ودعمه من أجل قيادة الجهود الدولية نحو حل الأزمة في ليبيا وفقا لإرادة ليبية خالصة تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق أدانت مصر والحدث الإرهابية الذي استهدف لبعثة ديبلوماسية روسية في كابل مسفرا عن مقتل اثنين من تاقمها بالإضافة إلى وقوع عدد من الضحايا من المواطنين الأفغان هذا وأكدت مصر في بيانة للخارجية موقفها راسخ تجاه إدانة كافة أشكال الإرهاب وصوره وضرورة تصدي له وتكفيف منابعه وإلى الشان العرقي حيث عقدت الرئاسات العرقية الثلاثة الجلسة الثانية من الحوار الوطني مع القوى السياسية لمعالجة الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد وأكد المجتمعون أن تطورات الأوضاع السياسية وما آلت إليه من خلافات تحمل الجميع المسئولية الوطنية في حفظ الاستقرار ودعم جهود التهدئة مشددين على ضرورة استمرار جلسات الحوار الوطني كما قرر المجتمعون تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لمناقشة الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى إجراء انتخابات مبكرة استقبل رئيس تونسي قيس عيد بقصر قرتاج فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد تناول لقاء استعدادات الهيئة لانتخابات أعضاء مجلس النواب والشعب المقررة في السبع عشر من ديسمبر المقبل هذا وأكد رئيس تونسي أنه سيتم وضع مشروع نص جديد مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدم بها الذين دعموا المسار الإصلاحي في استفتاء الخامس والعشرين من يوليو الماضي موسيقى 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 روسيا تونسي قدراني ونفروقت موسيقى 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 اشتركوا في القناة اكد وزير التقاء الروسية نيكولاي شولغينافا أن بلاده تتجه لتخفيض انتاجها من النفط بنحو 2% هذا العام وأوضح المسؤول الروسي أن بلاده ستعمل أيضا على تخفيض انتاجها من الغاز بحوالي 7% في 2022 أكد الكريملن أن وقف امدادات الغاز الروسي نحو ألمانيا عبر خط نورد ستريم واحد الاستراتيجية نبع من خط ان ارتكبته الدول الغربية لأن عقوباتها تحول دون تأمين صيانة البنى التحتية الغازية وقال المتحدث باسم الكريملن دمتري بيسكوف أن مشاكل ضخ الغاز ظهرت بسبب عقوبات دول الغربية وليس هناك أي سبب آخر لهذه المشاكل جاء ذلك بعد بضعة أيام من التوقف الكامل لخط نورد ستريم واحد الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز اتهم البيت الأبيض روسيا باستخدام الطاقة كسلاح من خلال إيقاف خط الغاز نورد ستريم واحد وأوضح البيت الأبيض أن العقوبات الأمريكية على روسيا لم تعرقل تشغيل خط نورد ستريم واحد مشيرا إلى مواصلة واشنطن التنسيق مع الأوروبيين بشأن تأمين إمدادات كافية من الغاز قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية لتعزيز إمدادات الطاقة وخفض الأسعار ذلك بعد أن تافقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا على خفض صغير في إنتاج النفطة وقالت كارين جامبيير المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس كان واضحا بأن إمدادات الطاقة يجب أن تفي بالطلب لدعم نمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين الأمريكيين والمستهلكين حول العالم قرارات دول أوبك بلس خفض إنتاجها من النفط بنحو 100 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر المقبل وذلك لدعم الأسعار في مواجهة مخاوف من الركود على أن يتم عقد الاجتماع المقبل في الخامس من أكتوبر القادم هذا ويعد خفض الإنتاج هو الأول منذ أكثر من عام حيث اتفق ممثل أوبك وحلفائهم على الخفض إلى مستوى 438 مليون و540 ألف برميل في أكتوبر المقبل وكانت الموعة قد أقرت في مطلع أغسطس الماضي زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل في شهر سبتمبر الجاري فقط قال رئيس الفرنسي إمانوال ماكرون أن بلاده تستهدف تنويع مصادر الطاقة للاستغناء عن الغاز الروسي وطلب ماكرون بتقفيد استهلاك الطاقة في أوروبا كضرورة لتجاوز فصل الشتاء معتبرا أن شراء المشترك سيسمح لأوروبا بالحصول على الغاز بأسعار أقل وهناك أيضا تنويع موارد الطاقة وذلك اعتبار من شراء أذار مارس بما في ذلك الأحفورية في إطار هذه المخاطر الجيوسياسية هذا التنوع أعطى أكله من خلال اختيار بعض البلدان بفتح محطات العاملة بالفحم والمحافظة على بعض المحطات الحرارية التي كان ينبغي إغلاقها في فرنسا وهناك عدة محطات أخرى في ألمانيا وأيضا سيكون هناك محطات وموانئ في هذا المجال أحدها في ميناء لهافرة من أجل استقبال الغاز المسيّل نحن نريد أن نقوم بالتنويع من خلال البحث عن مصادر أخرى للغاز لتخلي عن 55% من الغاز الروسي إلى 9% من الغاز الروسي في إطار هذا المزيج في مجال الطاقة ترجمة نانسي قنقر حث رئيس الوزراء الأوكراني ديناسي شمهال الاتحاد الأوروبي على إمداد كييف بمزيد من الأسلحة والعتاد وعرض في الوقت ذاته المساعدة في تلبية احتياجات دول الاتحاد الأوروبي من الغاز بهدف تقليل اعتمادها على روسيا أكد رئيس الفرنسي إمانوال ماكرون أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن في محطة زابيروجيا نووية هو انسحاب القوات الروسية منها جاء ذلك عقب اتصال الهاتفين مع رئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي بدوره قال رئيس الأوكراني أنه ناقش مع ماكرون نتائج بعثت الوكالة الدولية للطاقة الدرية لمحطة زابيروجيا نووية مبينا أنه تم كذلك مناقشة الدعم الدفاعي المقدم من باريس إلى كييف موسيقى 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 أدرجت روسيا 25 أمريكيا على القائمة السوداء ردا على عقوبة واشنطن والتي استهدفت مواطنين روس وأشرت الخارجية الروسية إلى فرض حظر دائم على دخول البلاد ضد مجموعة أخرى من الأشخاص من بينهم أعضاء في الكونجرس الأمريكي ومسؤولون رفيع المستوى وأفراد من مجتمع الأعمال والخبراء وشخصيات ثقافية عرب رئيس الأوكراني فلوتيمير زيلنسكي عن أمله في أن تكون نتائج التي توصلت إليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن محطة زابيروجيا نووية موضوعية هذا واعتبر الرئيس الأوكراني أن القصف روسي الجديد لمنطقة محطة زابيروجيا النووية يظهر عدم اكتراث موسكو بتقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت شركة أنرجو أتم الأوكرانية الحكومية فصل آخر مفاعل يعمل في محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابيروجيا عن شبكة الكهرباء الأوكرانية هذا وأوضحت الشركة أنه تم إغلاق المفاعل رقم 6 وفصلها عن الشبكة بسبب حريق اندلع جراء القصف وألحق أضرارا بخط كهرباء يربط هذه الوحدة بالشبكة الأوكرانية وكان هذا المفاعل الوحيد الذي يعمل من بين ستة في المحطة الواقعة بجنوب البلاد الأكبر في أوروبا رياضيا توجد منتخب مصر لسيدات تانس الطاولة بذهبية الفرق في بطولة أفريقيا المقامة بالجزائر وتغلب منتخب مصر على نظير تونسي بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء في النهائي لتحقق مصر ذهبية الفرق سيدات كان منتخب مصر للسيدات قد تأهل لنهائي بعد الفوز على منتخب الجزائر بنتيجة ثلاثة مقابل لا شيء بلغ المنتخب الجزائري نهائي بطولة كأس العرب لكرة القدم للناشئين تحت 17 عام بعد تغلبه على نظيره السعودية بركلات الترجيح بنتيجة خمسة إلى أربعة وانتهى اللقاء على وقع التعادل السلبية بين الفريقين ليتم لجوء مباشرة لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الجزائري تأهل منتخب المغرب إلى نهائي نسخة رابعة لبطولة كأس العرب لناشئين بعد فوزه على المنتخب اليمني بهدفين دون رد في ختام منافسات دور نصف نهائي للبطولة هدفها المباراة جاء عن طريق كل من معاذ بيكيزان وسعيد رافعي ليقودا منتخب المغرب إلى المباراة النهائية وسيلتقي منتخب المغرب مع نظيره الجزائري في المباراة النهائية والمقررة يوم الخميس المقبل حقق تورينو فوزا مهما على ضيفه لتشي بهدف النظيف ضمن مباراة الأسبوع الخامس من الدور الإيطالي هدف اللقاء الوحيد نيكولا أحرزه فلازيتش في الدقيقة الأربعين من عمر المباراة الفوز رفع رصيد تورينو إلى عشر نقاط في المركز السادس بينما تجمد رصيد لتشي عند نقطتين في المركز السابع عشر ترجمة نانسي قنقر والآن هذه الوقفة مع أخبار التقص حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية يسود اليوم تقص حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل الحرارة رطب ليلا على معظم الأنحاء وفيما يري بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفي الختم هذه تذكرة بأبرز العنوين الرئيس سيسي واجه بتعزيز جهودي ودور صندوق مصر السيادي لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطنية مجلس أمناء الحوار الوطني استقروا على اختيار 12 مقررا ومقررا مساعدا للمحاورة الثلاثة الأساسية ولجان المحور السياسي روسيا تؤكد عزمها تخفيض من انتاجها من الطاقة وواشنطن تشدد على ضرورة تلبية طلب العالمية وختمنا مشاهدين الكرام لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أفل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر أمام حضرتكم على شاشة شكرا على طيب المتابعة تقبلوا تحيات زميلتي لما جبريل وهذه تحياتي لحضرتكم أنا سمر الزهير إلى اللقاء موسيقى موسيقى